السلام عليكم معكم مصطفى من قنات مستر بومتك بعد الدلائبلوط الفشيخ الى احنا بقال اعمله في الفترة الاخيرة فعلا مستوى القناة بدأ يتحسن بعد الدعم بعد اللايكات وبعد الشير بدأ يحصل في الفترة الأخيرة في الفيديوهاز الأخيرة بالذات فعلا ممكن تشوف ده بنفسك انو مستوى القناة بدأ يتحسن في المشتركين في حاجات كتير في الـ Social Blade ده اللى ممكن تقدر تتأكد منه على الاشياء اللى اعملتها والبزيد كان مشترك وكل الكلام ده فده يعني بديك حاجات شبه دقيقة يعني ان انا بزيت كم مشترك بالحاجات دي كلها ولكن على فكرة ارقام بتبقاش حقيقية دايما يعني مثلا بيقولك مثلا في مره ان انا بزيت 200 تلوط مشترك وانا كون زايد مية بس عادي ولكن ساعات فعلا بيدي ارقام كويسة ورويبة جدا يعني تمام فلو جدت بصت لاني زايد يعني اكتر من 100 مشترك كل يوم في الفترة اخيرة وضحة كويسة جدا والحمدلله فقاريت نستمر على الدعم ده وشكرا جدا الناس اللي سمعت الكلام في الفترة اخيرة بدأت تعمل دعم لايكات وشيرات وشاركات نفس الكلام النهاردة عايزين نوصل الفيديو ده ل300 لايك ده كويس جدا على فكرة بيوصل الفيديو للناس تانية فياريت كل واحد يشاهد الفيديو ده واستفاد منه او مستفادش يعني يحاول يعمل لايك الفيديو شكرا جدا للدعم يعني ولكن دعني نبدأ في حالات النهاردة الناس كتير بقى بتسأل اسئال ده انت بتكسب كام من اختصار رابط يعني انت الدعم بقى يعني انت الفيديوات اللي بتعملها والحوارات اللي بتقدت اللي هو الاعلانات وبتقدت تنزل كل اسبوع موقع اختصار رابط والكلام ده بتكسب كام اصلا من الموضوع ده كنت رشرتها بكده من كام شهر من فترة طويلة ايام كوكيمون والحاجات دي كنت تكسبت 70 دولار في شهر واحد من 3 موقع اختصار رابط تمام كان كوكيمون مانتو لنك كوي لنكس حاجة زي كده انا مشوفتش فيديو ده بقى كثير ولكن انا نفكر اسامي المواقع اللي انا التلاتة قفلوا سبحان الله يعني التلاتة قفلوا فبعد كده قلت لا قلت لازل نقف كده واقفة ونعمل بعد كده شرح مواقع اختصار رابط محترمة يعني انه بقى واسكوين من صحابها ولكن من اكتر الحاجات ومن اكتر المواقع اللي انا حبيت اتعامل معها ومواقع دايما انه بحد يسألني ايه المواقع اللي انت اواصق فيه وانه امره ما ينصب في اختصار الرابط هو بقول دايما المواقع ماي كينجو مش بطبل المواقع على حاجة لا بقى عادي ولكن الفكرة يعني انه هو موقع فعلا كويس موقع فعلا بيدفع بقالو سهنة كاملة شغال وبتاع وبيدفع لي من ساعتها تمام الموقع كان دفع شهري الوقت بقى دفع يومي وبدأ اشتغل تمام فجاي اقول لك النهاردة ازاي يعني انا كسبت كام من موقع ده من اول ما بدأ او من اول ما بدأت اشتغل فيه من اول ما بدأت يعني اعملت الحلقة بكسب كام من الرفرل وايه اوريك بعض الحاجات ولكن قبل ما نبدأ في الموضوع ده حابب اتكلم عن حاجة معينة السؤال بلا دايما بتكرر عندنا بالذات انت ليه اصلا بتعمل اعلان ده طيب اجنعان الاعلان ده فيه اربع حاجات ثلاث حاجات حلوة وحاجة غريبة الثلاث حاجات الحلوة هي ان الاعلان ده او الموقع اختصار الروبط ده لما صاحب الموقع بيعمله بيكلمنا ان طيب الاول حاجة كده في استفادة لصاحب الموقع ان هو كشخص يستبدأ حياته بدأ الدنيا عن ربح من انترنته عايز يشتغل عايز يفتح مشروع وما يتنصبش عليه في الفوريكس وما يتنصبش عليه في الاستثمار احسن حاجة واحسن موضوع موضوع مربح ومضمون بنسبة كبيرة جدا هو اختصار رابط او ان هو يفتح موقع الالكتروني مهما كان بقى اختصار رابط اي حاجة تمام فالموضوع ده مضمون بنسبة كبيرة فبالتالي بيبقى سهل انك تصرف عليه فلوس فدي اول حاجة استفادة لصاحب الموقع ثاني حاجة استفادة لي كدعم كدعم المنشئ المحتوى انت ما بتدعمليش باي حاجة انت شكرا لك جدا في الدعم بتاعك اللي بتعمل على اليوتيوب فبالتالي بغضي النظر عن ده دعم في المادي انا مبطلوبش منك فلوس ما بقولكش يعني اطعمني على بابل بابل دوثمي والحاجات دي ولا الهوات باتريون ولا اي حاجة لا انا مبطلوبش منك كده بس انت لو اشتغلت في موقع ده او عندك موقع اليكتروني هتفتح هتشتغل في موقع تصرفت هتكسب فلوس كويسة فانا بقولك يعني اشترك من لينك بتاعي فبالتالي هاخد منك نسبة صغيرة مش من اللي انت بتكسبه لا ده من الموقع كهدية فبالتالي الموضوع ما بيدرقش في اي حاجة تمام؟ ودالت حاجة هي يعني مكسب ليك بغير من هو مكسب ليه او مكسب ليك انت كمان انت برضو عرفت موقع جديد او موقع ده بيقدم ارباح اعلى بيقدم شغل اعلى هتكسب مبلغ اكبر شهريا فبالتالي دي مكسب برضو ليك الحاجة الغريبة في الموضوع ان انتو او بعض من الناس اللي هنا بتحبش الموضوع ده او بتقول ان انا مصطفى بيستغل جهل الناس عشان ليكسب منهم اي الشخص اللي قال لي الكومنت انه انا مش هاطف طبال ما قال وبالا فكرة ان الكومنت ده غريب جدا جدا فانا انا اصلا بقول لك scare اعلى بقول لك اعلى بيشترة حالك في حلقة مثل لك الموقعت比املة ل 30% 20% 15% يعني انا كسب 15% او 30% من الموضوع اوali انت بتكسبه من المواقع يعني انت بتكسب مثلا 30 درار انا اخد منك 1000 دول من الموضوع وليس منك وليس من قربحة كنت وبالتالي انت بتتدرنش بأي حاجة يعني الغريب في الموضوع اقول لك اه مصطفى بيستغل الناس برضو يعني ايه بيستغل الناس دي يعني انا بيستغل الناس ازاي انا عندي قناعة اليوتيوب فالناس بيتكلمني اعمل اعلان يا مصطفى يتأكد هو ازاي ان اللي اشترك القناة يتأكد ازاي من نجاح الفيديو غير من الناس اللي اشتركت في الموقع يعني مثلا لو جاي لي 100 اشترك يعني القناة طريقه كنانا دي يعني قانوته بيستغل شعور يعني كان ايه 100 اشتري اليوتيوب يعني الناس فتسجل فبالتالي يعني القناة دي ناجحة فيها ناس فعلا تشتغل فيها ده وضي الموضوع الريفرال مش موضوع انا بكسب منه فلوس بس نجل الموضوع فالريفرال ف ايوه ده عملية ايوه ده حاجة نبدأ يعني الكاميرا الاضاءة الادنية دي بتيجي من اين مش من فلوس اليوتيوب بس انتعارفين يوتيوب اخبرت للج simulateita عن ارباحي وقلت اعلان لايحدة فقط نستطيع ان نعمل أحد فقط هذا هو ما يفهم لك فقط هذا هو ما يفهم لك في الموقع في الموقع ده انا اصلا بكسب كام من الموقع ده فمش عرقم كبير انا تقريبا في الموقع الواحد معدل يعني خمس اشرا دولار عشرا دولار في الشهر من الموقع واحد يعني ممكن يكونوا اربع خمس ست مواقع على حسب يعني ممكن يطلعوا لي في الشهر ستين سبعين دولار ده بالكتير قوي اللي بيحصل معي يعني عندك بس انسب موقع انا اشتغلت فيها موقع ماي كينجو ده بصراحة موقع ده ممتاز جدا هتلاقي الربح بتاعه كويس بقاله فترة طويلة اوي شغال فده لو الناس بتحب بقى المواقع الموسوك فيها المواقع الحلوة اللي الناس بتحب تشتغل فيها وتكون واسقة انها مش تنصب مع الوقت الموقع اللي شبك جيت سيور الو كده مع انه بيدي ارباح اضعافي فهو موقع ماي كينجو يعني ده انسب موقع ممكن تشتغل فيه فانصحك جدا انك تشتغل في موقع ده لو انت حابب يكون ليك ربح من النت عن طريق موقع تقدر انك انت تستفيد منه ولموقع ده ما ينصب عليك على مرور الوقت وما بيغيرش الارباح بتاعه مع مرور الوقت فهو موقع ماي كينجو من انسب موقع بصراحة واللي ما اتعملت معه وكسبت الموقع ده تقريبا في الاربع شهور اللي فاته كسبت منه تقريبا سبعين دولار وده كويس جدا جدا سبعين دولار ده على موقع اختصار رابط ان انا اصلا ميشتغلش يعني كده في الشهر مثلا خمستاشر حاجة زي كده خمستاشر حاجة زي كده فده كويس جدا بس يا جدعي موضوع بسيط بس fert ف موضوع ده مش لازم يكون عندك قناة فيها 500000 اية 25000g او 20000g احتى لتسافلش من aired لا انت ممكن يكون عندك قناة فيها 1000 مشتراك تممكن يكون عندك قناة فيها في�simde مشترك خالص وتقدر توصل لطرجة معين من الناس عن طريق بريق وبسيط تقدر توصل لناس كويسة جدا وتقدر انتحقق مداخين الموضوع ده يعني موضوع ال Laurel بس ان شاء الله الحلقة جاية تبقى اي عائمة عن معايدات التصوير اللي بدك تستخدمها في فترة اخرى فيمكن غيرونا من بعض الحاجات ومش حاجة كتير قوي يعني الكاميرا شوية حاجة ببسيطة فممكن ان شاء الله نعمل حاجة عن الستوب وموادات التصوير وممكن نعمل حاجة عن ان انت تشور فيديوهات بشكل مستمر ورا بعضه ده بيعمل اي في القناة عملت الموضوع ده قبل كده ولكن في حاجات جديدة كده تضافت فممكن نعملها فانت ممكن تقولي رايح في كومنتات تحت نعمل قليل فيديو ممكن نعمل اثنين واربعات بس الفكرة زي ما قلت لك بس مشكلة تأخير فيديوهات يومين ثلاثة كده بحيث زي ما انت عارف الدنيا في النت عندي فيها مشكلة ويراب عرف ان ازل الفيديو ده بس انهاردة وبس كده شكرا جدا لك عشان شوفت الفيديو ده بقيتنا اوصى الفيديو ده لطميت لايك وعمل شكرا جدا لك يعني انت عملت لايك الفيديو وكومنت تحفيزي كده او كومنت باي حاجة انت عايزة هتقول رأيك في اي حاجة فانا بس كتمع جدا للناس باحترام طبعا لان مش باحترام فانا بعمل له هايضة على طول من الشانيل مش باستنى بقى ان هو يقولي كومنت تاني او حاجة ومش باستنى ان ارد عليه رد مستفز زي ما هو يكلملي برد مستفز فانا يع بعمل هايضة على طول يعني عشان كده تلاقي ناس كتراوي في الشانل اليوم لو كتب كومنت واحد حتى يكون فيه حاجة دايقتني لانا باكره كل كومنتات عامة لقيت كومنت واحد بدايين فاقوم عامله هايضة من الشانل كده خلاص الشخص ده مش هشوف كومنتات وزاني فبالتالي خلاص فنقي الفوذك يعني وانت بتكتب الكومنت بتاعك حتى لو سالبي او اجابي فانا يريد تناقي الفوذك كوائس عشان تعرف ان انا بعمل هايضة على طول بس باحتزي جدا شكلوك الفيديو ده اخد اطول من الوقت المعتاد ولكن يعني انا حبي فلس افاتحة بحوار اختصار رابط ده لان فعلا فيه ناس كتراوي غريبة وفعلا ما اتقلت عنوك ان هم ناس غريبة لان هم بتدايقوا الموضوع اختصار رابط يعني فيه ثلاث استفادات لان اصلا الفيديو اللي ما بنزله بعمل لك عنوان مباشر عنوان مباشر فبالتالي ان انت بفرود يعني تقدر موضوع ان هو عنوان مباشر وان انا اصلا غلط ان انا عمل لك عنوان مباشر لان انا متفوض ان انا اجزبك لفيديو لان اما بجزبكش عنوان مباشر عشان ما تدخلش على الفيديو لو انت ممالكش بختصار رابط مش هعرف امال لك اكتر من كده افسر وحاجة ده بس كده شكرا جدا لك حشان تشرفت فيديو واشترك ان شاء الله في الفيديو قلي جايه مرة تانية اسم حتى اخير وان شاء الله بفترة رجاءة تبقى النظام يبقى حسنا شوية بس كده